تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة أرأم فور أرب في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد على ليفربول لو لقيت لسه في واحد على وجه الأرض عم بيناقشته بيقول لك ريال مدريد محوش كلمة سر دوري أبطال أوروبا قل له يا زلم افتح تاريخ كرت القدم وشوف هذا الفريق شو ما كان وضعه بالدوري عم بفوز بأوروبا شوف انت هذا الفريق شو ما كثير عنده إصابات غيابات ضربات عم بصمد وعم بفوز وعم بحقق نتائج وعم بذكر الناس إنه معاك كلمة السر تاعد دوري أبطال أوروبا وبيخدعنا وبضحك علينا جميعنا عادي جدا يتفوق مهما إجا توقيت الغيابات عادي جدا ينتصر مهما كانت رغبة الخصم بالانتقام مباراة اليوم دليل واضح جدا على هذا الكلام بذكركم دائما سلبي أوروبا بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها هاي الأولى حفظينها والتانية وانتو بتحضر الفيديو إذا عجبكم تتركوا لايك وإذا ما عجبكم كمان تتركوا لايك لأكم من صحابي والآن نبدأ بالتفاصيل مباراة اليوم صعب أسردها السرد السريع بدون مؤثر أنطمن نقطة لنقطة عشان أحاول أعطي الصورة الكاملة فأتمنى يكون الأسلوب اليوم حيفيدكم ويفيدني أني أوصل الفكرة لإلكم خلو نبدأ بالزاوي الأولى اللي أنا بحبها فنسوس جونيور أنا هذا اللاعب يعني يعرفوني اللي بتابعوني بسلف مدريد بدافع عنه من أول يوم بلش فيه صح قدام المرمى بلوة كان والكرة القول مستحيل تيجي بس كنت دايما أطلع وأقول سرعته ممتازة مهارته رائعة جدا وبنفس الوقت فيه شغلة حلوة ابعدوا عن الأهداف لسه فيه شغلة حلوة جدا كنت دايما أقول مشكلة إضاءة الفرص عند جونيور هذا دليل أنه أيضا بتمركز بشكل ممتاز جدا عمام المرمى بعرف يوقف بالمناطق الفعالة المناطق اللي بتخليه روح على المرمى المناطق اللي بتخليه سليم كرة يسجل كانت مشكلته بأنه الرجل ما بشوف المرمى يعني كأنه مش شايفه اليوم لما بيّنت فعليته بيّنت أهميته صرنا نشوف في قولين رائعين تقريبا من هاجبتين لقيله هدفين بعدها صارت الناس تقدر كل شيء ثاني كنا نحكيه سرعته مهارته مرأ وقته حتى الخصم صار يخاف منه لأنه عارف هذا دمرق صار يجيبه جوال يا عالم كنا زمان نحكي عادي وهو بنفرد بشوت آوت جونيور برجع أحكي اللي حكيته بسنبي مدريد زمانه يا أخي مش عارف حابب أراهن عليه وأنا شخصيا كتبت مقالة ويل قبل يومين وتوقعت ليفربول يظهر بشكل أفضل وصار عنده خيارات أفضل وقلت أنه ليفربول 2021 أفضل من 2018 من حيث الجاهزية ومن حيث الشخصيات لكن سبحان الله هو هو خسر ثلاثة واحد وسبحان الله هو هو خسر بأخطاء من عنده دمرته تماما بس الفرق اليوم ما في كاريوس ما في كاريوس بأخطاء قتلي واضحة بس أم ممكن راح تقول لي آرنول شوفت شو عمل حقول له طب شو عمل بالقول الأول لما تشوف توني كروسي بيلعب كرة لوحده طويلة وبستلمها جونيور بروح لما تشوف فريق بتفكك تماما شو دور يعني مش لاعب المسألة اليوم ما كانت كاريوس كانت أكبر المسألة اليوم خلتني أخاف من تأثير أو قدرة تأثير كلوب الذهنية على اللاعبين حتى الآن الفريق اليوم ظهر بشخصية من أضعف الشخصيات اللي لعب فيها كلوب في تاريخه من أول ما يجع لفربول فهون دامن بتسأل اليوم بلاش أتسأل أنه كلوب مدرب عظيم لنقاش وأي رئيس نادي بفهم بيقول له يكمل الموسمة الجاي بس لازم بالصف يكون في قرار إذا كلوب بده يكمل معناها هذا الفريق صار محتاج هزة هزة بالجودة معناها هزة بالجودة بدك سوبرستار ما ضلك تروح تجيب لي أبو العشرين من اللي بده يصير ثمن ومئتين ما بو يزبط صار حجمك غير صار حجمك كبير ما تغلط غلطك دورتموند لما كبروا مع كلوب وضلوا يجيبوه يلا خد جرب هذا شبه هذا صغير حلو يجربه وكبره ما هتزبط ما هتزبط انت كبر لازم الصيد تتصرف ككبير انت قتلتكم مدربة عم بيجيب لعب مئة وستة وعشين مليون يونه فلازم تتصرف بهذه العقلية لازم تتصرف بهذه العقلية أنا عندي شكوك انه لو كمل كلوب حيقدر يرجع عندي شكوك حقي الآن لأنه تأثيره الذهني على الفريق ضعيف فمحتاج إذا ضلك له تساعده ما تخلي يحرق نفسه ويحرقك معه خل نبدأ شوي أكثر في المباراة بعد ما تفلسفت بنقوطين نيجي نحكي بفكرة الصعود الوهمي اللي كان عند ريال مدريد شو هو الصعود الوهمي طبعا كلمة ملهاش أصل في كرة القدم أنا بحكي لكم ياه هاي الفكرة عندي كانت اللي هي انه ريال مدريد فعليا اليوم ما كان عنده نقطة صعود حققية في الكرة مرة مودريتش مرة كروس مرة على الطرف مرة بالنص مرة مودريتش مرة كروس مرة فاسكس مرة مندي ما في نقطة حقية طب وين كاسميرو تم إخفاءه تماما لأنه معروف انه أضعف واحد حيكون تحت الضغط ومعروف انه ليفربول حيستهدفه بقوة لما تجي الكرة كاسميرو كان يقدم أمامهم هذا التنويع بين مودريتش وكروس ما كان كل شيء كان بنفس الوقت لما تيجي الكرة لمودريتش وكروس أيضا طريقة الصعود مختلفة مرة تغيير تجاه لعب مرة كرة طويلة مرة كرة قصيرة لأحد المهاجمين فكل شيء كان عم بتنوع بشكل خلى اللاعبين ليفربول مش عارفين وين نقطة الضغط اللي لازم يعملوها شيء ضيع المكان اللي لازم يضغط فيه كلوب ولاعبيه فكأنه كان سحر من زيدان انه دور ومش هتلقى لأنه كروس ومودريتش عنده مخيارات لا تنتهي في هاي الأفكار وبنفس الوقت كان ليفربول عم بيعاني بكل صعود لأنه بطيء أولا متردد ثانيا ومحفوظ ثالثا اتجاه الكرة هتروح على فابينيو قرب على فابينيو هتروح البعدي من فابينيو هتروح لفلان قرب على فلان كانت واضحة بدل على اليسار كيف ودعا اليمين فالريال كانت تحضر نفسه كويس ويبدو الريال كان مدرك أنه ليفربول منذ غياب فانتايك صار سيء جدا في الصعود بالكرة وهذا الشيء عانى فيه بكثير مباريات هذا الموسم فحط جهده بالضغط العالي وتفوق فيه بشكل واضح جدا خلى منطقة افتكاك الكرة في منطقة ليفربول دائما بكثير اوقات لما الريال كان يضغط يرجع الكرة بوسط الملعب وكأنه ليفربول فريقز يعني متوسط المستوى ومش عم بيقدر يطلع بكرة وما كان يطلع ليفربول لمنطقة ريال مدريد الا بياذنه بعض الفترات يعني معنا رحيان بتحس ريال مدريد قرر يرجع عشان مجدوش تستهلك نفسه بدنيا فيسمحنا ليفربول يقدم منطقة افتكاك الكرة وفلسفة الصعود بالكرة هي المفتاح الاساسي اليوم بتسهيل كل المباراة على ريال مدريد المفتاح الثاني فرق التركيز والذهنية هذا ما بنقدر نجيسه لا نجيب ارقام من هون ولا من هون بس ما بنقدر نحسه في ارض الملعب روحوا شوفوا بعد هدف ريال مدريد الاول اللي سجلوا جونيور الانهيار والتفكك وكأنهم صاروا 23 لاعب مع ليفربول مش 11 كل واحد لحاله بطل فيه سياسة كرة بطل فيه نقلة كرة فريق صار يخطأ يتوتر وتلقى الهدف الثاني شوفوا ريال مدريد شو عمل بعد ما تلقى الهدف الاول تعلي بربول وحشرح على مسألة الهدف الاول اكثر شوي لما تلقى ريال مدريد الهدف الاول شو اللي عملو اول شي عملو ريال مدريد رجع صعب تماما اثنين واحد اسمعي لبربول انت بترى مش بجوك وما تصدقش حالك انك بقدر ترجع انا ما زلت قادر اضغط انا كنت راجع بإرادتي ومسألت راجع بإرادتي عشان اشرحها اللي بيحضر ريال مدريد بيعرف زيدها لما يتقدم بهدفين او هدف حتى دايما اول ربع ساعة بالشوط الثاني بيرجع بيحاول يستنزف الخصن ويضرب بالمرتدات بعدين بعد ربع ساعة بيرجع يرفع الرتمي برجع يرفع اللعب للأمام وهذا اللي كان ناوي يعمله ما زبطت خططه بس كان يبين لعيبته جاهزين مركز محضر معهم اذا اجل هدف بنعمله صعدوا ولما صعدوا كانوا يدوروا على تزديد انا بسميها تزديد نفسية مش تزديد هدف صورنا نشوف كاسيميرو بيحاول مندي بيحاول أسنسيو بيحاول وكروس اللي زبطت معاه اقرب تزديد للمرمى بعدها كانت رسالة معنوية لإلهم ولا لفربول انه اسموا عليسوا احنا في المباراة ورجعنا ورجعوا هذا الفرق بالتركيز اللي ولا خطأ تقريبا بالدفاع هذا الفرق بالذهنية القوية اللي بتخليك ترجع في اللقاء بكل قوة هذا الفرق كان اساسي اليوم وهذا الفرق شغل مدربين يعني مش بس شغل اللاعبين وانا شخصيا اعتقد الآن زيدان هو احسن مدرب في العالم من هذه الناحية مسألة الادارة الذهنية يعني صار شيء مرعب يعني من اول ما ايجي عليها مدريد من اول ما ايجي بدل بنات ازا اليوم دائما شيء مذهل في المباريات الكبيرة شيء صعب تتذكر انك شفت واحد زيه بهذه الاستمرارية ممكن شفت واحد سنة سنتين زي هيك بس بهذه الاستمرارية الاوروبية انا صراحة ما شفت اذا شفتوا تركوا لي بالتعليقات طيب الروع السر الثالث في مقولة حكاها باولك ويلو زهكتكم فيها لاني حكيتها مرتين او ثلاث فبقول لك اذا بدك تصير عظيم لازم تستثمر بنقاط قوتك شو اللي صار اليوم السنة الماضي وقبل الماضي شو كنا دائما لما نيجين يعني نتغنى بليفربول نقول شوفوا كم عدد الاهداف اللي صراحة ارنولد وروبرتسول انهم الاكثر صناعة اكثر من المهاجمين ولاعبين الوسط اكثر صانعين اهداف في الدور الانجليزي ذي بروين ارنولد وروبرتسول ونتغنى اذا هذه الوقت قوة اليوم شو صار في شوط اول تقييد مطلق ممل جدا اليهم ولما تحرروا شوية تحسن اللعب وصرنا نشوف لما يطلعوا الاثنين للأمام ليفربول قادر لما نزلت تحديدا اول سبع دقائق في شوط الثاني بمسك الكنتارا الكرة بتطلع بالجا يمينه ارنولد اشماله روبرتسول صار يقدر يقدم الكرة للأمام بس تقييدهم مع عمق وسط اضعف من وسط العمق الأمامي انتحار وهذه كانت المشكلة الاساسية ريال مدريد عارف نقطة قوته مودريتش كروس كاسيميرو ركز عليها بنى حولها وقدر يفوز باللقاء هذا الثلاثي الوسط اللي شغال بالذكاء الاصطناعي عند ريال مدريد ثلاثي يعني متفوق على خصمه فزيدان روحا عليه ما قالهم الله اسمع الكروس و مودريتش اليوم انتو بدي انا خايف يجيبوا فينا جول ارجعوا لي كتير لورا وما بدي نلعب كرات طويلة وما بدناش ننفك منه ويرتدوا عليه ما لعبوا لعبتكم انتو الاقوى هذا اللي يعمل عليه فخط وسط ريال مدريد في الحال الهجومي خلى دفاع ليفربول يبدو سيئ جدا وخلى في الحال الدفاعية خط هجوم ليفربول سيئ جدا لانه تمركزه كان رائع كان فاصل بين خط وسط ليفربول وخط وسط هجوم وخط هجوم ليفربول اصبح بدون كرات فبيان سيئ صاروا ناس يقولوا وين صلاح وين مامل في الشوط الاول تحديدا بشكل اوضح في حين وسط ليفربول كان العكس كارثة على خط هجومه لانه ببساطة ما كان يوصلهم كرات وكارثة على خط دفاعه لانه بيضغط غلط يعني بيكفل لقطة اللي مع توني كروس انا علقته وغردت فيها قلت يا اخي توني كروس ما بتخليه لعب كرة طويل لحاله يعني هذا لو بدي وصلها من اسبانيا اللي لعب ثاني بألمانيا بوصله لها بكرة طويل له مرتاح فهذا من دولة لدولة بوصل تخليه في الملعب مرتاحة بكرة وباجف عليها بأريحية هذا الشيء لا يعقد شيء تحضير سيء جدا ادوار مش واضحة عند كثير لعبي بيذكرني شوي بسيناريو سانت جيرمان لبرشلون الأربعة وحد طب مدامي حكيت عن الكرة الطويلة هادي لحطوا فكرة معينة فيها طبعا انه ريال مادريد ضرب ليفربول فيها كثير وهدد ليفربول فيها كثير بس هي ما كانت مجرد زيدان قال لهم إلعبوا كرات طويلة ريال مادريد اليوم كان مخادع بس بهدوء بأناق كيف؟ كانت الكرة تيجي للمدرج بقدر يلعب كرة طويلة فجأة تلقى ما يلعبها كرة طويلة مع انه بقدر بتشوف عنده أسنسيو فاتح معاه أو جونير فاتح معاه لا بروح فاتح اللعب إلى مندي بروح فاتح الكرة لفاسغس بغير اتجاه لعب كان بده لعب يمين يسر نفس الشي مدرج بعدين مرتين هيك بعدين التلتة للأمام لأنه لو عبتها مرة مرتين للأمام خلاص حفظناك ما حتفاجئنا فالريال خليها سلاح قدر يفاجئ فيه الريال عارف أنه خط دفاع لفربول بطيء جدا خط دفاع لفربول اللي حد الآن أنا ما فهمت شو كانت أدواره بالدفاع ليش عم بيقدمه بطيء ليش عم بلعب ضغط يعني خط دفاعه عالي هو بطيء جدا زي هيك ما قادر أستوعب كيف كان عيوزع أدوار الرقابة اللي فيه وأنا أشوف جونيور اللي حاله بشوت وبالزيمة اللي حاله بشوت وأسنسي اللي حاله بشوت فما فكنت أعرف كيف هذا الفريق الموزع حاله يعني كان الدفاع بصراحة في عالم آخر باختصار نتكلم عن خط وسط ريال مدريد دائما عم بيحاول يفرغ واحد باللاثنين كروس أو مدرج الكرة الدور واحد منهم بتفرغ أول ما تجيله بيكون عنده خيارين يا تغيير اتجاه لعب يا كرة طويرة للأمام ودائما عم بيخلي الموضوع غير متوقع وبنفس الوقت ضغط عكسي سيئ جدا من اللي بربول رقابة فردية على اثنين سيئة جدا وبيعطوهم مساحات يفكوا وكأنه اللي بربول قرر ينتحر بإيدي خذوني أرجع القوة الذهنية شوي يعني لازم ما ننساه خبر فراني اليوم يجي ساعة أربعة خمسة أنا قلت هذا كارثة عن مدريد صراحة أنا شخصيا أنا منبهر شوي من ردة فعر قلت كارثة قلت كارثة زي ميليتاو فجأة يلا انزل أساسي شو هاد ونزل لعبة كويس مات شو لعبة كويس فهذا قوة ذهنية لهذا الفريق انه يقدر يغير ببما ربما هذا الفريق كان مبارح نايم انه يلعب ثلاثة أربعة ثلاثة للعلم يعني هي اللي بيلعبها ثلاثة أربعة ثلاثة واحد للتحديد لكن فجأة تغيرت الخطة وتغير كل شيء وتزل تلعب لا في فرق عند هذا الفريق انه قادر يحتوي الصدمات وسألت المدريديين واللي فربوليين قبل اللقاء السبعة وقلت له μشو أكثر شيء بتخافوا منه كمدريدي شو أكثر شيء بتخاف منه كاليفربولي من فريقك اللي فربوليين قالوا لي أخطاء الدفاع وبطء الدفاع والمدريديين قالوا إضاحة الفرص المدريديين ما ضيعته فرص سجلوا ففازو لكن الليفربولي كان عارف انه عنده مشاكل بالدفاع وعارف عنده دفاع بطي ويتش vec جدا انه في ارض المباراة ما حسين المدرب كان عم بيحضر لهذه النقاط واهتم اكثر انه يقيد نقاط قوته اكثر مما يخفي نقاط ضعفه بشكل حقيقي طبعا البعض حيجي يقول نبي كيتا لو نزل الكنتارة لو تغيرت مشكلة كرة القدم هي عبارة عن تخيلات يعني انا هستم كان اقول اتفلسفة على كلوب وان يورجن كلوب فعل كذا وكذا بس بشكل الموضوع الموضوع ببساطة ان هو تخيل هو تخيل شيء يتعلق في نبي كيتا انه هيعطيه قدرة بدنية اكبر هيواجه كروس بدنيا افضل اسرع من الكنتارة في الضغط فكان متوقع انه يشوف نتيجة افضل ما زبطت معه هذي مشكلة كرة القدم انها تخيلات يعني تتخيل شيء وبتطبقه وما بيزبط يعني حتى لمحنا اللعب بلاي ستيشن بنجي لتخيل شيء اللي بنعملها بالخطة بنقول بتاعمل هيك تجي تبلش اول ربع ساعة بتقول شو اللي هببت وانا غير بس بالبلاي ستيشن سهل تدخل بعد ربع ساعة تكبس الستارت وتغير وما تكون متلقي هدفين لكن حتى لما نزلت يعجو الكنتارة انا بصراحة اداء وردت فعله في الارض الملعب اقل بكتير ما توقعت كنت نتوقع منه اشوفه افضل في مسألة تغيير اتجاه اللعب لليسار اللبين وللعلم هذه نقطة كثير فوق فيها ريان مدريد اليوم ريان مدريد كان قادر دائم نودي الكرة من اتجاه لاتجاه ما تقوم بنعرفها عن الملكي لكن ليفربول كان عاجز تقريبا مرة او مرتين تقدر يعملها وبطء شديد وقابل للتوقع كنت نتوقع من الكنتارة اكثر ادخال كرة للثلث الاخير من اللي شفته منه اليوم الكنتارة لما دخل احتياطي معرفش ما شفته شو بحات الطبيعية بعض الاحيان فيه لاعبين ما بيزبط داخلهم احتياطيين يفضل يبدأ اللقاء من الناحية الذهمية يعني اوكي الكنتارة حسن الفريق لكن مش للدرجة اللي انا كنت متوقع حامل ايضا من الاشياء اللي بتوريك انه في فريق محضر كويس على نقاط اللي يركز فيها على الخصف شفنا اول ربع ساعة ريان مدريد مركز سباما على ارنولد عارف انه ارنولد مرتبك متوتر مستبعد من منتخب كلها اللي بحطوا عليه مندي يبادر عليه فرديا جونيور بنزيمة الكل عم بحط ضغط كبير على ارنولد انا كنت متوقع انه هذا الشيء متوقع جدا بسيط فكان لازم احد لعيب الوسط دوره حقيقة زي دور فالفردي لما نزل مع فاسكس شوف فالفردي لما نزل مع فاسكس فالفردي تحول لضاير ايمن بدون كرة فاسكس يضم وفالفردي يكون يقريب منه فانا كنت متوقع فيه لاعب حيدخل هناك ده مش صلاح صلاحا برجع اوماني رجع شكلية زي رجعات السوبر ستارز في كتو القدم بس انا كنت متوقع لاعب بوسط يكون متفرغ لهذا الدور لاعب بوسط مستعد ضحية هذه التضحية عشان يحمي ارنولد لانك لو حميت ارنولد كنت هتفشل احدى افكار ريال مدليد بيدخال كرة من ضغط الجزاء فكان ممكن ترتد تفتك وتحاجم ايضا في هذه المسألة لما دام نحكي عن الدفاع يعني بيان الشيط الاول انه فابينيو لازم يرجع قلب الدفاع لانه كباك وفليبس وثلاثنين قاعدين ناويين لك عنية كان لازم قلب دفاع شوي خبرة شوي افضل بالتمركز اتأخر وبكثير اشياء في لقاء اليوم اكله بتأخر اتأخر شوي دائما كان عم بيتأخر شوي حتى بدب دلاده الاخيرة كان عم بيتأخر شوي وهذا التأخير لشوي هو اللي طلع النتيجة بهذا الشكل فرق الاداء كثير كبير كان اليوم بس اعتقد كان ممكن يطلع شكل اللقاء افضل لعب تريام مدريد بانضباطهم لعب تريام مدريد بتحضيرهم بحفظهم لبعض نتيجة يعني معظمهم بالعب مع بعض السنوات فرق كثير اليوم في اللقاء مرة واحد اليوم زي ما حكيت لعب ليفربول بشخصيته في نادهم ينطلق بكرة ارنود ريبرتسون يصعدوا بسرعة قبل الكرة لما فرد ليفربول نفسه بحاول يكون ليفربول يبدو انه كان كله بانشوطين جيد لقلهم وحبزهم وصلاح صورا نشوفه بحاول يوقع بين خطوطه ويلعبوا مانعا بيبادر اكتر وقوتا عم بيرجعوا بسلم سجلوا هدف بس واضح ان هذا الفريق زي ما حكيته البدايات مذقل بهميا تعبان تعبان هون مش تعبان بس في ارض الملعب تعبان في عقله عشان يكاول من ريال رجع ضغطه رجع ليفربول نزلي شوي طبعا لازم ننتبه لتبديلات زيدان اللي كانت كلها منطقية من حيث تقضية المساحات والحركية جونيور صار واضح انه لازم يطلع صار مضطرة نزل رودريغو لانه نزل شاكيري مع فيرمينيو ونزل ايضا صار صلاح عندهم وارنود فصار ممكن يفتحوا جبهة يومنا فقيلة جدا فصار لابد من لعب احسن دفاعيا من جونيور وارودريغو احسن دفاعيا من جونيور فتم انزاله ومن قبل اسينسيو كان واضحا مستنزف بدنيا نزل فالبردي بالتوقيت الصحيح يعني زيدان بتأخرف كل التبديلات في الدوريات مع اي بارو هدول بس مباراة الكبيرة دايما بتحسه على التكة باختصار مباراة ممتازة من كل لعب مدريبي مقابل مباراة تقريبا كل لعبين ليفربول كانوا اقل من المتوقع مباراة اعطى الدرس يعني حاول تكون نفسك حاول تكون انت لانك لو حاول تلعب بشي مش مريحك اول صدمة حتتلقاها حتفقد الثقة وحتهتز زي ما صار مع ليفربول اليوم وفي نهاية كل هذا الكلام لازم ابكر لجرام مدريد مدأة لجرام مدريد فاز فوز مريح فاز بفرق بس كورت القدم هي كورت القدم ولازم نحترمها بوصل هنا لنهاية الحلقة بذكركم تشتركوا بقناة سيلبي سبورت وتتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة